عايش في الدنيا عارف أنا عايش في هابي هدفي واضح والدنيا هي الطريق لي جنة وفردس وصحبا وحبيب مش تأريد يسقيني شباعي يلا صلوا علي اللهم صلي وسلم وبارك علي اللهم صلي وسلم وبارك علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجك وبيت دعاء فقرتنا النهاردة المفتوحة اللي منستقبل فيها اتصالاتكم وبنجاوب على أسئلتكم وعضفنا الشيخ أحمد الملكي من عرمال أظهر الشريف أهلا بك يا شيخ ربنا خليك يا رب يحفظك وإكرمك وإستورك يا رب يا رب السطر والصحة لينا جميعا يا رب السطر والصحة والفردوس الأعلى قبل ما نبدأ بس محتاجين لقول للناس ذكر كده معين لأن الذكر عرف مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل حي والميت وبعدين كانوا بقوله لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أيهما أفضل بدأوا يقولوله يقرنوله بين حاجات كده والذكر فقال الذكر قالوله حتى الجهات قال ولا الجهات في سبيل الله الذكر أفضل قالوله جبت الكلامنا منين قال لأن الله قال ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فأحنا نأخذ ذكر معين كده نقوله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللي يقول يا جماعة حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته ورب العرش العظيم سبع مرات تاني حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته ورب العرش العظيم سبع مرات ده ده في اليوم والليلة كفاه الله ما أهمه صادقا كان أو كاذب وفي رواية كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخر طيب إحنا نحافظ على الذكر طبعا كميل إحنا معنا تليفونات ومعينا أول تليفون زينب أهلا وسهلا سلام عليكم عليكم السلام أنا زينب نسكندرية حضرتك وعايزة السؤال للشيء تفدّل تفدّل يا فنت أحبابي السؤال والله يفصني بس أنا السؤال ده من فترة كان يعني كنت لسه منفصلة بقالي حوالي زي شعارين وتقدم لي واحد ووافقتي بيه وكت بعد بس ما بس يا زينب هو كلامك مش واضح كده الصوت بعيد شوية أنت بتقولي إيه وقلنا حضرتك أنا بعد شهور عديدة كنت انفصلت وبعد شهور وانا فوقت شهور عديدة في آخر شهر لي تقدم لي علي ماشي ووافقتي بيه ولكن كنت مترددة يعني كنت عايزة أستنى أن أنا لما الشهور عديدة تخلص تمام لكن يعني أرو فتحة بس أول إيه؟ أرو فتحة بس أول إيه؟ أرو فتحة وانت في العدة ولا بس تتكلم أنه هو عايز أنك لما تخلصي عدة يتقدم لك؟ لأ تقدم مؤرو فتحة بس وأنا في آخر شهر في شهور عدتي عدة طلاق؟ طلاق أيا وبعدين؟ ولكن ما حصلش يعني اللي لا تكلمت معايا ولا أي حاجة إلا إيه؟ إيه لما حللت الوقت النفسي بعد الانفصل يعني خلصة من شهور العدة خالق بعد شهور العدة عملتي إيه؟ بعد شهور العدة بدأت أن أنا أتكلم معايا أه وبعد كده اتجوزت فانا عايز اعرف هل ده كان حلال ولا حرام لا حرام طبعا اه حرام اللي انتو عملتو كل ده حرام متجوزة بقالك قد ايه زينب انا متجوزة بالوقت بقالي عشر شهور عشر شهور لسا يعني اه ماشي حبيبة قلبي طيب الشيخ هيقولك ايه كفارة للموضع ده هو انا عارف الشيخ احمد بي دايما يقول ايه هو ليه الناس بتسأل بعد ما تعامل الحاجة مش يسأله في الاول يعني كان مفروض يسأله السؤال ده في وقت العدة مش بعد لما خلصت مش بعد لما خلصت يعني جوزت تعرف مذهب الامام مالك رحمه الله صعب جدا في المسألة دي هتلاها المذهب الاسهل بقى عشان هتجوزت فرصا تتوب إلى الله وتستغفر ربها سبحانه وتبارك وتعالى وجوزها ده يقعد يستغفر الله كثيرا ويتوب إلى الله عز وجل ويتصدق كثيرا يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة واحنا هنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في الأحكام دي بالتفصيل عشان كده احنا بنقول يا أستاذها تعايا أحكام الزواج ده مهمة جدا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني ايه يخطبها اه وهي لسه في العدة وهي مش في عدة ايه ده هي تعتبر زوجة لحد ما العدة تخطبها طبعا ده هي زوجة يا جماعة ما بيفهم يعني يعني مجرد تطلق الناس بتفتكر ان خلاص ده طلق وهل ده جائز عشان كده احنا ننادي لابد من الناس ينادي تتعلم الأحكام الشرعية ده دين يا جماعة ده دين مش دين دين نتقى الله رب العالمين استغفر الله العظيم ميشي أستاذ محمد أهلا وسهلا أهلا معلكم معلكم السلامة فضل ممكن أسأل فضلك الشيخ أحمد سؤال اتفضل يا سوز محمد اكتبه بعد إذن حضرتك أنا كان في مشاكل بينه بين دكتي من كم سنة وكانت مشاكل كبيرة وأنا كنت مصمم إن أنا طلقها وكده وكنت مصمم وكنت مشارك أهلي في الموضوع وخلاص وشيء إلهي من عند ربنا ربنا من علي وهداني وقلت هرجحها ورجحتها والحمد لله والدنيا جميلة الحمد لله بقى أنا كذا سنة على كده بس من أول يوم هي رجعت فيه والدتي متهضاها واخوتي بزوجاتهم مش عايزين يتكلموا معها يعني منبوزة من البيت كله ولدرجة إن أنا كمان محاش بقى عايز يتكلم معي والدتي الموضوع ده بقى داخل في 3-4 سنين دلوقتي والدتي ما بتتكلمش معي هو أنتوا قاعدين في بيت عائلة؟ آه آه لدرجة إن أنا قلت إيه طب حاول أنا مثلا أنا نزل مثلا الصبح أشوفها وانا نازل سلام عليكم ما تخدش عليها السلام هو كل ده عشان كانوا عايزين بتطلقه هم مش كانوا عايزين يعني هي هم يعني أنا كنتم صامم مع الطلق فخلص إنت عايز تطلق خلص براحتك ومع بقى حدريك عارفة لما المشاكل بتكتر أو المشاكل بتكبر كلنا بنطلع غلطات لنفسه يعني للشخص اللي قدامنا طبعا ما بتكرونه جغل غلطه بس طبعا فمن ساعتها بقى يعني أنا ومع بقى أنا عايزة أقول لك أنا متجاوز فوق 16 سنة ياه أنا عايزة أقول لك الثلاثة أربع سنين اللي عادوا دول كلهم ببقيت بالعمر اللي تجاوزت كله طب هقول لك حاجة مش يمكن من ضمن أسباب السعادة دي إن هي ما أنت يعني انفصلت انفصلت عن أهلك فارتاحت وكده لا يعني نرجعنا في نفس البيئة وعيشتوا كده من غير ما تدخلاته من غير مشاكل مع أطراف أخرى فحياتك بقيت سعيدة لا هو كان السبب الرئيسي أنا أحيانا بيعمل مشاكل لا كنت أنا السبب كنت أنا السبب أنا سبب المشاكل العادة دي كلها ولم ربنا هدين الله أنا بحييك يا سيد محمد أنا بحييك على الإنصاف بتاعك ده والله ربنا يا عزيك ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك بس أنا عايز أقول لحضائك زوجتك حفظ عليها جدا ارفع من شأنها عظم دايما قدرها ارفع من معنوياتها لكن انت هيبقى الحملة عليك مضاعف لأن انت عندك الأهل فلابد من الصلة والبر وما إلى ذلك يعني دي حاجة ودي حاجة لكن هي افصلها تماما عن الجانب ده بابا وماما بقى أي حد من الأهل بيكلمهاش خلاص ما فيش مشكلة بس أنا كمان ما بيكلمنيش المشكلة مش فيها هي بس أنا كمان ما بيكلموش معاها حاول انت اللي ببر بقى او الله هما بيغلقوا الباب في وجهك انت بتاخد سواب على قضية فتح الباب ده وقضية صلة الرحم انت حاول بقى المكان اللي انت تصل للرحم وما تزعلش خالص وما تبدأش وحفظ عليك انت لما سألت ممتق مثلا اكيد سألتها في الاربع سنين هو انت بتعمالي معايا كده ليه بتقولك ايه لا بالعكس ده اليوم الاسبوع اللي هي جات فيه أنا عايز أقولك عملوا معايا مشاكل لدرجة هما قالوا لي انت عايزها تاني خدوا اسكونوا برا خد ما تكن برا عندي يعني هما ايه اللي دخلهم في تفاصيل حياتك يعني انت حر ما هو للأسف مش من حق يدخل حيات حق كيف انا كنت غلط في الاول لاني قلت كلاء لاني تقريبا كنت كشف عوري بيدي ذكر غلط مني من الاول مشكلة يبقى احنا احنا شيلت النفوس منبع لعلة وعسى يا شاز محمد مش شيلت قلت زميت بس يعني كنت بحكي بصوفي ان دي والديتي لازم احكي لها طب خلينا خلينا نقول لعلة وعسى ان الفترة اللي فاتت دي كلها كانت زنوب بنعملها وربنا تبارك تعالى بيكفر الزنوب دي كلها انا اعتبرت ده غلط ده غلط مننا وبطلحه يعني انا قلت اول بداية غلط بداية بداية الاصلاح ان السيتي دي لازم ترجع لبيتها والجزوجها والولادها ده بداية الاصلاح وانا احييك على ده ربنا اعزك وانا تقريبا تقريبا تلات اربع سنين احنا مفيش يوم مش هتخنين مفيش نزعيننا مع بعض الحمد لله ماشاء الله ربنا يديم عليكم النعمة دي يا رب ربنا يديم عليكم النعمة دي فعشان اعرفت انا غلطي ايه فاتت اتقامشي على الصواب وربنا هداني الحمد لله الحمد لله بس بقى لي الاسس زي ما بقول لحادثك كده يعني بقى يعني انا عاز اقول لحادثك بدنا تلات اربع سنين السناتين التلاتة الاولين دول كان في مشاكل في الطلوع والنزول وكان في انا كنت مش شوتي في وشي شوف يا استاذ محمد كل المشاكل دي هتخف حدتها مع الوقت يعني مع مرور الوقت يعني هتلاقي مثلا من اول اسبوع لما رجت فيها مراتك شوف حدة المشاكل هتلاقيها بتقل واحدة واحدة تدريجين هتلاقيها بتقل هم بمش هيبقى عندهم طاقة للمناكفة والمناهدة كل شوية وان هما يقازوك في مشاعرك او في زوجتك او فيك انت شخصية لكن انا اللي انا هقول لحضرتك اصبر حافظ على زوجتك دي وبالمناسبة كنت الزمان كده كنت كان في بعض مشايخي الله يرحمه يا رب رحمته ومساء في واحد بيقول له انا ابويا بيأمرني بطلاق مراتي فقال له ليه قال له يا ابني دبر الوالدين انت معرفتش ان عمر بن خطاب امر ابنه بطلاق زوجه وبعدين رحل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اسمع كلام ابوك قال له لما ابوك يبقى زي عمر أبا اسمع كلام ابوك لما ابوك يبقى عمر ابدي الخطاب اسمع كلام ابوك لكن ابوك مش محصل عمر ابدي الخطاب عشان تقول لي والله اسمعك أو أصلا ما يفعش الأهل يدخلوا في حياتت ولدهم طبعا وانشأ الله نعيدها انشأ الله هايجي في مسائل فقل الأسرة انشاء الله هل يجوز او هل تجب على الابن طاعة الوالدين في طلاق زوجته رأي الجمهور لا لا يجب طب وده مش عقوق لا مش عقوق بضوابط وتفصيلات هنذكرها ان شاء الله بإذن الله فربنا يديم عليكم الحب والموادة اللي ما بينكو دي يا رب العالمين مايش معينا تليفون أم كريم أهلا وسهلا سلام عليكم حبابتي عليكم السلام ازاك يا حبابتي أهلا بيك ربنا يسعدك يا دعاء ويجبرك ويجعل في زان حسنة كنتي وشي خشمت ورديك وربنا يا حبابتي يا رب يا رب أحب حاجة دعاء ده يا رب خطرك يا حبابتي والله برنامج جميل ومسهلين علينا بزير وعشرة وبالأركام السهلة ربنا يجعلكم زال حسناتكم يا حبابتي يا رب الله يحفظك يا رب بص يا غالية واحدة صاحبتي بتسأل فوائد البنك يعني هي حتى فلوس في البنك فبتقول ينفع تطلع زكاة المال من فوائد اللي في البنك فلوس اللي في البنك لما تكمل سنة طب وإن لي نفعها بقى طب ما قلت استفسر من حضرتك يا شيخ رحمة ده عشان انت راجل جميل كده وبنتفيد منك الله يحفظك يا رب بص يا باب طب أنا ولاد خالتي مسافرين بره احنا أنا ستة كبيرة عندي خمسة وستين سنة وهم لما بيكمن بره وهم أكبرت السن برد وبحضنهم وأبوسهم كده والحاجات دي فحرام يا بابا لأن أنا بعمله ده ولا إيه حاضر يا بابا وعندي قيام النيل أنا بقوم حوالي أربعة ونص كده لا ينفع عشان الفجر بيبقى الساعة خمسة أنا بقوم أربعة ونص لا ينفع خالص وربنا يتقبل يا رب ده ده وقت جميل يا رب ببقى خاطرك ويراضيك يعني بتسحي إيه تقعودي بقى تدعي وتصلي لحد ما الفجر يده قيام ليل بقى قيام وبعد كده تصلي الفجر أما تسحي بقى تبقى تدعيلي ماشي لا إيه دي الواحد والشيخ أحمد عشان ما يزعلش أنا بقيلك أنت وشيخ أحمد منها غير حاجة عسان أنا بستفيد أهمي البرنامج بتاعك يا حبيبتي وبحبك بشغل برنامجك على طول يا ماما حاببتي طب لما تصحي بقى كل يوم سالات الفجر تفتكريني كده إيه دعاء وولادها السطر والصحة والجنة يا رب يا حبيبتي يجبر خاطرك ويراضيك في ولادك وصحتك وأنا كمان يا حاجة وأنا كمان وأنت يا شك أحمد ده أنت حبيب الملايين بصي بقى وكل البرنامج بيقولك وكل البرنامج وكل البرنامج بتاعي وكل وبرنامجك يا حبيبتي والعاملين فيه وكل وملهم يا رب اللي أنا كنت بتفرج عليها على قناة الرحمة وكل اللي بيجوا ده كده كل كل البرنامج واللي بيطلعوا في البرنامج كمان ماشي كل يا حبيبتي كله يخبر خاطركم بلعفازك يا رب يحبب فيكو خلق والحفق أرض يا رب العالمين بطل تخمت أنا كنت محوشها ألف جنيه عشان أبعاتها للي بتتعمل بتاعت المية الكبيرة يا مية سكو يلمي أيوة بالنفقنا دي بس أنا لقيت ابن خالتي وبنت خالي مزنوقين قوي وظروفهم صعبة خالص هم أولى يا حاجة هم أولى دلوقتي هم أولى الأقربون أولى بالمعروف إن شاء الله ربنا يتقبل كده ربنا يتقبل مني ويجعلها في ميزان حسناتنا كده تبقى كانت برعت بيها للمية وإن شاء الله بطل لما حوش أتصلت بكم وأوافع إن شاء الله إن شاء الله ربنا يتقبل يا رب ويرزقك من فضله يا رب العالمين ستة جميلة ما شاء الله جدا جدا هي سألت يعني هو رزقنا الدعاء بتاعتنا النهار يعني الحمد لله عشان كده هنسهل عليها بقى سهل بقى صح؟ ننسل على الناس صح كده أول سؤال يا أم الكريمة قضية فوائد البنوك أنا بطلع 2.5% هل فوائد البنوك حلال ولا حرام؟ شوفي على الخلاف اللي كان حاصل لكن دلوقتي إدار الإفتاء الفتوى المعتمدة في إدار الإفتاء المصرية وكذلك الأظهر الشريف لا نطلع وهي حلال وبعدين أصلي حرام الفقه يا جماعة والقواعد الشرعية لابد أن تكون تأخذ في الاعتبار وإحنا بنحط الحكم الشرعي وإحنا عشان نقول ده حلال ولا ده حرام لابد فيه شوية تفصيلات كده العوامة هم أصلا ما لهمش علاقة بيها لكن بعد دراسات مستفيضة من دار الإفتاء المصرية من الأظهر الشريف فكانت الفتوى أن يا جماعة وده على فكرة فتوى سيدنا الشيخ الطيب لما كان مفتيا للجمهورية الكلام ده سنة 2003 يعني قبل ما يبقى رئيس جامعة الأظهر الشيخ أحمد طيب ربنا يحفظه يا رب الكلام ده سنة 2003 قال أنت بتحطها أصلا قبل ما قانون بنوك يضغير بتحطها بنيت الاستثمار ولا بنيت إيه بتحطها بنيت الاستثمار فهي فيش مشكلة ده حلال إن شاء الله فأنا بنطلع 2.5% على المال مع الفوائد اللي موجود الحاجة التانية بالنسبة بقى للناس لا يعني حكاية التقبيل ده فنبعد عنها شوية لكن أسلم عليهم ما فيش مشكلة أخباركو يا حبيبي عاملين إيه خاصة لما يكون شباب كبار وما إلى ذلك عاملين إيه أخباركو إيه تمام ربنا يحفظكو وإلى آخر تمام؟ الحاجة التالتة اللي هو الألف جنيه وأنا لقيت أهلي محتاجين جدا فأسيب أهلي أروح إلى الأقربون أولى إيه أولى بالمعروف ولما ربنا يقدرني أشوف بقى يعني الأبعد من ذلك أدامي القريب مش محتاجي وربنا يتقبل منك يا رب العالمين ما تنسنيش بس أنا أولا وبعدين أستاذ الدعاء في الدعاء في الدعاء أنا اسمي دعاء فارزق دايماً الدعاء ما شاء الله الحمد لله بشكرك وأنا على اسم النبي صلى الله عليه وسلم على السلامة والسلامة حبيبي يا رسول الله المصدر سمعي سيد بن محمد بشكرك شكراً حمد وفقرتنا الأولى خلصت معك ومشاهدينا خليكم معينا بعد الفصل وصلنا معكم مشاهدينا لفكرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء وضفنا الأستاذ داد طهر المدير إداري المؤسسة أهلاً وسهلاً منك أهلاً بحضراتك أستاذ داعي إحنا عايزين كده نبدأ فقرتنا ونتكلم على فكرة الوقف لله ومشروع النخيل في مؤسسة سقيا الماء يعني بقى لي فترة كده كبيرة ما بتكلمش على مشروع النخيل والناس بدأت تسأل طب تفاصيله إيه طب وإن المواسم اللي أنا أتبرع بيها وهل أنا قدر يجأ شوف النخلة بتاعتي ولا لا طب هل أقدر أشارككو أصلاً بالخير اللي بتعملوه دا ولا لا فحبيت إن أنا أعيد تاني فكرة النخيل جات لنا إزاي أو إحنا بنعمل فيها إيه يعني هي عبارة عن أرض إحنا إحنا عندنا أرضين في أرض في ودي النوترون وأرض في الودي الجديد ودي النوترون حوالي 115 فدان الودي الجديد 200 فدان في ودي النوترون الأول إحنا بنزرع إزاي أول حاجة هو الفدان بيشيل 60 نخلة الـ 60 نخلة دول أو النخلة هي عبارة عن إيه أو أنا إيه فكرة النخلة أنا بزرعها النخلة دا إيه السباب اللي أنا هاخده أول حاجة أنا بدفع 4000 جنيه للمؤسسة وبشتري بيها نخلة بتتزريها اللي في الأرض دي دي حاجة حاجة تانية عمر النخلة بيقوله من 80 لـ 100 سنة النخلة شغالة ثالث حاجة وده الأهم بقى اللي هو ده الخير اللي إحنا شغالين فيه مع المتبرع إن الريع اللي بيطلع من النخلة نفسها هو بيجدد صدقة جديدة كل سنة يعني إيه يعني النهاردة إديت التبرع واتبرعت بالنخلة وبقول يا سوق يا الماء هي النخلة دي هتطلع لي قد إيه فبنقوله مثلا أنها تطلع لك في السنة 1000 جنيه يبقى الألف جنيه دي هو بيوجهها من أول يوم بيتبرع بالنخلة في تصدقة جديدة كل سنة تتحطله يبقى أنا بقول إن النخلة بتاعتي لما يطلع البلح فالبلح يتبع فيجيلي 1000 جنيه مني فأنا عايز أتبرع بيها لمسلا لوصلة مية فلا إن أنا كل سنة بيتعمل لي وسطة مية جديدة بالمبلغ اللي طلعه لي من النخلة بتاعتي يبقى أنا على مدار 80 سنة كل سنة أنا عمالة جدد في الصدقة الجارية بتاعتي عمالة جدد في الخير اللي أنا بعمله من غير ما أعمل أي مجهود ومن غير ما أعمل أي حاجة أنا كل اللي عملته تفعت 4000 جنيه علشان أزرع بيها نخلة في الأول هو دي فكرة أو الفكرة البساطة فكرة النخيل عندنا هي دي أنت بتدفع 4000 جنيه وكل سنة حضرتك بتاخد صدقة جارية جديدة إن كانت بقى في الأبار إن كانت في الوصلات إن كانت في النخلة ممكن في بعض الناس عندنا يتفع معنا إن أنا عايز الريع اللي يطلع من النخلة بتاعتي أعمل بالنخلة تاني فبهذا سنة أنه هو اشترى نخلة فالريع جاب النخلة كمان فبقى عنده نخلتين فبقى يجاب الأربعة وهكذا فهو فجأة يلاقي نفسه عنده عدد كبير جدا من النخلة بعدد أكبر من الحسنات اللي بيبدأ ياخده هو وهو أصلا الناس ممكن ينسى النخلة نفسها بس الخير مستمر فكرة جميلة الوقف لله والصدقة الجارية ومشروع النخيل ونشوف تقرير النخل مع مؤسسة سوقيا المدينة لما أبدأ أتدبر أو أتذكر أو الواحد يقعد يفكر هو عايش في هذه الحياة في الجو اللي إحنا عايشين فيه ده وبعدين تبدأ الآية الجيلة مرة ثانية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى الأرض اللي أنا أععد عليها دي الأرض وأنا أععد ليس بيني وبين الأرض شيء وفي النهاية أنا ربنا خلقني من الطراب ده وإلى الطراب أعود بس وأنا برجع للطراب أنا محتاج أرجع وقابل ربنا تبارك تعالى بعمل صالح في حاجة أنا فعلاً مقدمها النفسي ربنا بيقولوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقوا أكم من الصالحين الفرصة قدامنا إحنا موجودين دلوقتي كل واحد يقدر دلوقتي يعمل العمل الخير وفعله الخير ده ربنا اللي قال لنا الكلام ده سبحانه جل وعلا من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل عمل صالح كده في السر بينك وبين ربنا لا يطلع عليه أحد من البشر على الإطلاق تقابل رب كريم بيه شوف كل واحد ممكن يتوسل بأي عمل صالح إلى الله تبارك تعالى عارفين قصة التلاتة إلا أواهم المبيت إلى غار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة أنت إيه العمل الصالح اللي أنت تتوسل إلى الله في وقت الشدة تقول له يا رب بالعمل اللي أنا عملته لأجلك أنت مش رياء ولا للناس ولا للسمع ولا للمبهاء الراجل الأعراب اللي راح مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودفقه الدعاء وحابب أنه هو يتوسل إلى الله تبارك تعالى فوقف كده في الروضة الشريفة القبر على إيد اليسار والمنبر على إيد اليمين ويقول اللهم إن هذا خليلك سيدنا النبي وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن غفرت لي سر خليلك ونجأ عبدك وحزن عدوك وإن لم تغفر لي حزن خليلك سيدنا النبي وهلك عبدك وسر عدوك وأنت أكرم من أن تحزن خليلك وتهلك عبدك وتسر عدوك شوف يقولي با اللهم إن العرب الكرام كان إذا مات فيهم سيد شريف رجل لوجاه وعظم نحروا على قبره وأعتقوا اللهم فأعتقني على قبر سيد الأولين والآخرين تاني بقول لكم من استطاع منكم أن يكون أو أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل لأن هو ده اللي هتلاقيه يوم القيامة عارف يوم القيامة لما تبدأ تتأمل واحد هو عايش كده وقاعد في الجو ده يبدأ يتأمل ويقول يا طب يوم القيامة بقيمه صعب أقول بس هتلاقي ناس كده ربنا يقول سيدنا النبي وليه سبعته يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق سمينه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم وأن يختم لنا بالحسنة إنه ولي ذلك والقادر علي دمتم للخير صباقين ولنا داعمين مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان شوفنا طبعا تقرير جميل ودي بقى الأرض في ودي النترون ومشروع النخيل الوقف للامع مؤسسة سقيا الماء أحمد أستاذ دعين أنا كل حلقة بتكلم على الشيخ أحمد الملكي والنساء تقول أنا بقى يعني بجملي بس والله فعلا أنا بفرح جدا من كلامه بيأثر فيه أنا بعتبر نفسي من المتبرعين أو من الناس اللي يسمعوا الكلام فالله يجزي خير عننا يعني لو فعلا بيخلي الواحد بيفرح باللي بيعمله والمشهد أصلا والشكل النخيل يعني أنا أنا ما روحتش اليوم دا في التصوير فما شفتش الأرض بعد ما تزرعت كل النخل دا فأنا لما روحت كانت الأرض لسه صحرة كلها ما فيهاش أي نخل ولا فيها أي حاجة هما كانوا حوالي أعطا كدمية نخلة بس المزرعين نحن النهاردة بنتكلم إن إحنا في ودي النتروني عندنا حوالي أربع تلاف نخلة موجودين على الأرض المزرعين والشكل اللي طالع بالكاميرا من فوق كده شكل الأرض كلها بقت نخل يعني الواحد بيتمنى ربنا يطول في أمره شوية إن هو يشوف بقى كمان النخل دا طارح وشوف الخضرة اللي طالعها والخير اللي إحنا كنا بعد ربنا سبب فيه مع المتبرعين طبعا فحاجة فرحتني جدا والله المنظر نفسه والخير دا كله إن إحنا نكون سبب على ربنا فيه مع المتبرع وإن إحنا نساعد ناس كتير جدا وخير طالع من الأرض دي كلها أربع تلاف فندان كام وصلة هتتعامل منه وكام بير هيتعامل من وراء وكام خير وكام واحد هيكون قاعد في بيته متطمن إن هو فيه صدق جارية أو هو زي ما بيحط فلوسه في البنك والنهاردة حطت فلوسه مع ربنا وكل سنة بيطلع له الرعي الجديد أو بيطلع له الحسن الجديدة فربنا يتقبل من الناس جميعا معلومة بس الناس بتسأل عليها دايما إن الشجرة بتاعتي هتطرح إمتى والخير بتاعها يطرح إمتى هي الشجرة عندنا من بعد ثلاث سنين بيبدأ البشاير أربع سنين بيبدأ يطلع الطرح اللي هو يبدأ يستفاد منه عشان الناس بس بتبقى متخيلين هو بمجرد ما بزرع الفسيلة هو من السنة الجاية خلاص النخلة بتكبر وبتبدأ تطلع الطرح لأ يعني هو بتقعد فترة بس شوية يعني وده ممكن يسأل فيها بقى أي حد في وزارة الزراعة لإن إحنا أصلا شغالين مع وزارة الزراعة النخر ده جاي من وزارة في مهندسين من وزارة الزراعة هم المشرفين على الأرض ليه أصرينا نعمل الجزء ده أو ليه أصرينا إن إحنا نجيب من وزارة الزراعة هم اللي يكونوا مسؤولين عن الأرض بتاعتنا عشان نضمن أول حاجة المصدقية في الفسيلة عشان ما تكونش بايزة أو ما تكونش فيها أي مشكلة يبقى أنا جايبها من منبع نفسه هم اللي يزرعوا تاني حاجة لما أنا جايب مهندس مختص أصلا يبقى هو يعرف إزاي يراعي الفسيلة بتاعتي ويراعيها ويتلحها معايا وتطلق يعني ويتبقى معايا مستمدة أو مستمرة لأقصى عمر ليها يعني وده اللي احنا دايما بنعمل في المؤسسة أنا فرحان وظهي يعني هو فينا الفيديو أنا لسه أول مرة شوفه فشكل الأرض فقلا مفرحني جدا جدا والواحد بيتمنى يعني اللهم استخدلنا ولا تستبدلنا بفعل خير دايما يا رب جميع أن يكون مع بعض فيه أن الواحد يكون سبب في منظر زي ده والأبار والوصلات وكل الخير اللي الواحد الحمد لله بيعمله بيحس أنه فعلا يعني قد رسالته أو لسه بيستمر في الرسالة اللي احنا عايشين فيها أصلا في الأرض طيب والنخلة بتتكلف كم عشان برضو المشاهدين اللي حابب أنه هو يامل الصدق الجارية دي هي النخلة الواحدة عندنا أربع تلاف جنيه بيدفع الأربع تلاف جنيه وبيمضي على وصيقة أو بيستيري مصيقة مننا بيكون فيها كل المشاريع بتاعت المؤسسة اللي هو يقدر يوجه فيها التبرع أو الريع اللي الجاي من النخلة رايح لفين بعد كده طول السنين من حقه طبعا أنه هو ييجي معنا يشوف اليافطة بتاعته أو ييجي معنا يزرع الفسيلة بنفسه عشان ياخد السواب مش بس سواب التبرع لا كمان سواب السعي أنه هو يروح لحد الأرض وسباب الزراع أنه هو يزرع الفسيلة بإيده عشان يبقى منطمن طبعا جميع طيب نشوف تقرير كمان مع مؤتسة الثقب نقو نرجعنا على العين موسيقى موسيقى أبار شفناها خلصانة فينا في بني يسوف وصورناها وعرضناها لحضراتكم فتحنا الحنفيات وقلنا الناس بدأت تنتفع بيها الحمد لله حبنا نيجي بير تحت الإنشاء أدي وحدة الفلترة والشباب بتوع الشركة الفلتر شغالين علشان يخلصوا وينجزوا الوحدة دي أو البير ده بوحدة الفلترة بتاعته عشان تبدأ الناس هنا في المنطقة يعني ما شاء الله بيوت كتيرة تنتفع بهذا البئر يا رب في مزان حسنات من الحجة نجية علي بدر وده بير رقم 52 احنا يعني يعتبر حوالي 80 أو حاجة 80 بير بنخلصهم وفيه كمان حوالي 20 بير يعني احنا نقفل إن شاء الله إن شاء الله في أقرب وقت حوالي 100 بير جوفي هنا في بني سوف ده بصراحة إنجاز عايزة أقول بس أنقل ده لحاجة مهمة أو قيمة احنا عايزين نعملها وانطباها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أوصى نبيه هي قيمة قيمة إنك تحب حاجة زي ما بتحبها نفسك تحبها لغيرك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه إيه القيمة؟ أنا أو أنت أو أنتي أو أي حد يحب إنه هو لما يشرب كباية مية يشرب كباية مية نظيفة لما يحب زوجته تعمله كباية شاية وكباية عصير هو وثق إن المية هذه مية مية مفيهاش ولا كلمة فإحنا بنحب ده نفسنا وأي حد يحب ده نفسه لو هو مش هيشتري فلتر عنده في البيت علشان يشتري مية ألبقى مية نظيفة حيشتري مية من الصبح ماركت أو يشتري مية من المحلة ويشتري مية من دكَّن على شان علشان يبقى وثق أن المية اللي بيستعملها أو بيشربها مية نظيف فإحنا عشان بنحب ده لنفسنا عايزين نعمله الغنة فجينا نعمله هنا في بني سويف نسأل الله سبحانه وتعالى نتقبل منا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هنا أن إيمان المؤمن لا يعد كاملا إلا إذا أحب الخير للغير كما يحبه لنفسك تحب الخير لأخوك زي ما بتحب الخير لنفسك هو ده علامات الإيمان أيوة ده علامات الإيمان فإحنا عايزين كلنا نتكاتب عايزين كلنا نتعاون عايزين كلنا نحط إيدنا في إيد المؤسسة الكريمة العظيمة اللي هي مؤسسة السوق الماء والخير والتنوع اللي أنت بتشوفوه إن إحنا ما بنعملش البلو نطلع ماء وخلاص لا يجدين نحن نعمل جنبها وحدة فلترة هو ده اللي أنتم متعودين عليه دايما مع مؤسسة سوق الماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا في الخير وأن يجعلنا نافعين للغير دمتم للخير صباقين ولنا داعمين مؤسسة سوق الماء نعمل من أجل الإنسان شوفنا طبعا التقرير وفي نوعين من الأبار مؤسسة سوق الماء بتعملهم ولا تلاتة في الشاطئي كمان صح؟ آه الشاطئي بس يعتبر لسه بدئين فيه كتجربة الأول لأننا دايما بنحاول نجرب المشروع الأول قبل ما نعرضه على الناس ونقولهم على الأسعار أو نقولهم على التفاصيل بنشوف هل مدى الاستفادة منه الناس هتستفاد منه ولا لأ هو مفيد أصلا للمكان ولا لأ وبعد كده بنبدأ نعرض بقى تفاصيل كلها للناس فهو دلوقتي يعتبر في فترة التجارب أو التجربة بس هو مشروع إن شاء الله يكون قوي ويكون مختلف جدا عن الأبار بتاعتنا اللي هي إن كانت التغزين أو إن كانت الجوفي أو الارتوازي هو أنا لسه مؤثر معي برضو الفيديو اللي فات والله جدا وكلام الشيخ أحمد لما أتكلم منها ولاي هنعود الأرض ففكة واحد أنا عمال أفكر دلوقتي في التقريب وهابيتزع وهل أنا قديت رسالتي دلوقتي يعني هو الواحد هو الموت الغفلة دلوقتي بقى كتير جدا وموت الشباب بقى كتير جدا فهو عمال أفكر هل أنا دلوقتي يعني لو قبلت ربنا أنا هكون راضي عن أفعالي هكون عملت فعلا أو قديت رسالتي في الأرض يدير تفيده ولا لأ فالحاجات اللي أنا بشوفها أو التقرير اللي أنا شفته ده حسسني أنا عملت جزء والحمد لله أن أنا أكون برضو أرتكز عليه أنا عندي ابن صغير اسمه آسر عنده ست شهور أتمنى برضو أن الخير اللي أنا بعمله دلوقتي أنه في يوم العيمة لما يكبر يشوف الحاجات دي فيكون فخور بي أن أنا برضو عملت الحمد لله كنت ماشي في طريق صح وعامل خير يعني هو كلام الشيخ أحمد لله فأنا مؤثر فيها جدا يعني فالحمد لله يعني الحمد لله أن الواحد ربنا هدا يعني أنه يشتغل في طريق الخير أنه يكون يعني سبب من الأسباب أن الناس ستوجه للحاجة زي كده في الخير وبرضو رسالت للناس دايما أنه إحنا والله إحنا بنكون حرسين جدا على الحاجة دي لأنه هو في الآخر دي عيدة لنا يعني هو أنا مش بس بعمله عشان أخذ مقابل من المؤسسة اللي أنا شغال فيها فأنا هأخذ مرتب آخر الشهر وأبقون فرحان بده لا والله خالص هو فعليا إحنا شغالين علشان نعمل لأخرتنا لأنه أنا مش ضامن أن الفلوس دي هدوم بس نلضمنه أن الصدق اللي أنا بعملها النهاردة لحضرتك وتروح في مكانها أنا ضامن هي دي اللي دايما لي في يوم أنا مش هيكون في أي شفية ليا غير أفعيل اللي أنا بعملها دي فربنا تقبل من كل الناس وتقبل من الشيخ أحمد اللي مؤثر فيها دايما يعني ويجازي خير عننا يعني نرجع تاني الموضوع الفرق ما بين الأبار التخزينية والأبار الجوفية الغوفية والأرتوازية التخزينية والأرتوازية الفرق ما بينهم أن إحنا الارتوازية عندنا هي دي الأبار اللي هي بتطلع من باطن الأرض اللي هي مستديمة دايما الأرض هي بتطلعها للمية بتوصلها للناس دي بتتعامل في بني سويف بتخدم من عشرة لعشرين بيت بتخدم عدد كبير جدا من الأسر وده فرق كبير ما بينهم ما بين الأبار التعامل في المطروح كان الأول كنا بنقول بتخدم من بيت لخمس بيوت لا هو حاليا بتخدم من بيت لبيتين بس الفرق ما بينهم ده لو بنكلم على العدد أنا هفصلها نقطة نقطةين لو العدد إحنا عندنا الارتوازي بيخدم من عشرة لعشرين بيت في التخزين الأمطار بيخدم من بيت لبيتين طب ليه الفرق كبير هنا وليه ما بنحطش في مرتكازات بيوت لأنه عندي طبيعة المحافظة في مطروح هو أصلاً أنا ممكن أخش خمسين كيلو جوا الصحراء ولاقي أصلاً 3-4 بيوت بس اللي موجودين طب هل البير الميت متر هو يكفيه من السنة للسنة حسب الاستهلاك بتاعه فممكن نعمله لتلات بيوت ما يخدفهمش شهر طب إينا أن احنا نعمل حاجة أضمن اللي هي تقعد معاه أطول وقت ممكن لحد الشتة التاني ما ييجي وينزله المية فهو ده فرق جوهاري شوية الناس بتسأل عليه اللي هو العدد يعني فأنا حاولت حاولت إن أنا أجاوب بس عن نقطة دي تمام أنا عموماً في نهاية فقرتنا بشكرك جداً وإحنا هنشوف آخر تحرير خير في مؤسسة سقيا الماء في فقرتنا دي وبعدها نطلع في وصل أجمل حاجة أن أنا أتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن يشبع المؤمن من الخير حتى يكون منتهاه الجنة فما دام فينا قلب يمضط فلن نتوقف عن العمل الخيري إحساس عظيم جداً بالسعادة إن ربنا استخدمنا وكنا سبب في سعادة إنسان أو كنا سبب في إدخال السرور على قلب حد وصيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقالنا إن أفضل العبادات سرور تدخله على قلب مصد نسألت الكل المتبرأ أنت اتبرأت في مكان الصح وأنت ساعدت في المكان الصح ونوعدك بالمصدقية وبالأمانة وده أهم شيء إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك الله فشوف ربنا حطك فيه واستخدمك فيه تعرف إمتك عند ربنا فربنا استخدمك رسول رحمة للناس واستخدمك تقدم خير للخلق فهذا يدل على أن الله يريد بك الخير فمن أراد المشاركة والمتاجرة والربح العميم والخير الذي ينتظره يشارك هذه المؤسسة فيما تصنع وفقها الله لما يرضيه إنه على كل شيء قدير دمتم للخير صباقين ولنا داعمين مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية مع ضفنا دكتور مصطفى حامد استشاري الأمراض الصدرية والباطنة والمستشار الطبي لشركة AMD أهلاً وستهلاً بك يا دكتور أهلاً وستهلاً بك أنا الاندعاء أهلاً وستهلاً عايزين نتكلم شوية النهاردة على مش كورونا بقى ربنا يعني يبعدها عنا إن شاء الله ونخلص من الابتلاء ده إن شاء الله عايزين نتكلم على المرضى بعد لما بيخفوا من الكورونا بتسيب أثار ما بعد الإصابة آه ما بعد الإصابة بتسيب أثار بقى طبعا أكتر حاجة يعني بتخوفنا في الصدر طبعيم اللي هي بقى التهابات الصدرية يعني طبعا والحاجات دي بتسيب مشاكل نفسية يعني بتدخلهم في قصص نفسية بعد لما بيخفوا يعني ومشاكل في العظم مشاكل في أجهزة كتيرة جدا للأسف في الجسم ومنها طبعا حسة التزوق والشم اللي بتجيلهم ساعات بتقود عندهم بالشهور بعدها مش بترجع طبعيم طيب إحنا لو حنتكلم في نقطة زي دي أنا تأكد إن كل دكتور ليس ريفية بتاعته ليس دراسة بتاعته لإن ده فيروس جديد طبعا فما قلوش كتب لست بالتجربة كده والخبرة كده اللي بيشوف حالات أكتر بيعرف يحط زي بقول يعمل جدول كده صغير الجدول ده بيوزع عليه أنا شفت مثلا عشر حالات كذا خمس حالات كذا لا حالات قليلة من كذا أنا لو عايزة تأخذي خبرتي في النقطة دي البسيطة والمحدودة قوي إن أنا عايزة أقول إن الموضوع نفسي أكتر من هو يعني أنا حاسس إن فيه لود نفسي أو ضغط نفسي ما بعد الإصابة من المريض على نفسه بمعنى صح هو مازال بيحس إن فيه حاجة غريبة مش موجودة أنا 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 مش بكذبه وفي نفس الوقت أنا مش عايز الموضوع ياخد أكبر من حجمه يعني إيه بمعنى صح؟ يعني نلاحظ إن فيه مريض بيتم الإصابة وبعد وخلاص وربنا عافى عنه وخلاص الموضوع بدون أي أعراض ولا أي حاجة لا أنا 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 ممكن أكونه تصابته ممكن ما كونش تصابته وفي حالة كمان اختلاف كده وفيه مريض تاني لا خلاص هو تأكد إن تمت الإصابة عن طريق يقول لك أنا فقط تحسط الشم والتزوق مثلا يعني طيب ونيجي مريض تالت عمل أشعة ستي ظهر التلايفات شوية على الرئة حصل له دي تنفس تعرض لوعكة صحية بطر يأخذ عليها المسأل الأكسجين معين أو الأكسجين سبلايم يعني نسبة الأكسجين في الدم بدأ كال بتقل وبعد كده رجع التالي بقى كويس جدا بس اللي باقي معها شوية التهبات وفيه مريض بعد كده تاني بيبقى نفسيا متضرر عبارة عن حتى يقول لك أنا حسس بواجهة أنا حسس مش أنا اللي أنا أنا شخص مختلفة حاجات كتير جدا بنسمحها بس حبقى صريح معك مع اختلاف كل الحاجات دي ولكن أنا بازلت مصمم على أنت منعتك بالنسبة لك إيه لأن هي دي اللي حتخرجك من الوضع اللي انت فيه أو اللي تحطيت فيه بأسرع صورة ممكنة هو مبدئيا كده ما فيش حد حيفضل على الحال المتغير ده فترة طويلة لا هو الموضوع بيتم التعافي وبترجع على حياتك الطبيعية بإذن الله وما فيش أي مشكلة وأنا بتكلم على معظم الحالات يعني عشان نقول حالات دي حالات قليلة جدا جدا وبيكون الموضوع كان شديد جدا جدا بالنسبة له ولكن الواحد في الأول وفي الآخر هو بيرجع ليه وضعه الطبيعي ما بين حاجة زي مثل ومسكنا حاجة زي حسة الشم وتزوق هي حسة الشم وتزوق دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن أنا عندي مستقبلات عصبية موجودة في منطقة الأنف وفي بسميها أنا زي الأسلاك العصبية أو الألياف العصبية اللي بتوسر لحد منطقة حسة الشم وتزوق في المخ يبقى أنا عندي فيه تلات محاور الفيروس لما بيجي يضرب في تلات في أي محور من المحاور دي غالبا بيضرب في حسة الشم والتزوق لأي ما فوق وده بيعمل عن طريق الالتهاب في الأول وفي الآخر هو بالنسبة لي التهاب وفي الأول وفي الآخر أي التهاب فيروسي أو بكتير زي ما أشارنا مع حضرتك في حلقات قبل كده هو بيرجع لوضعه الطبيعي يعني ما بيكونش للأبد ولكن في بعض الحالات اللي بتبقى عنيفة جدا وبيبقى فيه إهمال من الشخص غير عادي أنه بيحاول يتحامل على نفسه وما بيروحش لمتخصص وفعلا بيحصل حاجات زي بنسميحناها لوسط الشم أو بمعنى صح أنه بيتهيق له أنه فيه شامم حاجات زي روائح كريهة أو روائح طيبة أو خلافه هو مش موجودة ولكن هو شاممها لأنه بيبقى فيه استدعاء من الزاكرة للروائح دي طيب أنا عشان أبعد عن الكلام ده كله أو بمعنى صح أحاول أقلل الكلام ده والأوميجا سري والحاجات زي ما اتفقنا دي موجودة فيه الكولوسيز طب هو فايدته إيه فيتامين ألف ويه الأوميجا سري إحنا عشرنا مع حضرتك قبل كده إن ده عبارة عن حاجات فيها مضادات التهابات وبالذات الأوميجا سري دلوقتي أنا لما باجي حاسد الشم إحنا اتفقنا إذا كان التهاب حصل فيه الألياف العصبية أو التهاب حصل فيه مركز الشم وتزوق في المخ قريدي أنا محتاج حاجة أول حاجة ما تزودش الالتهاب لدرجة كبيرة جداً وفي نفس التوقيت تقلل نسبة الالتهاب الأوميجا سري بتلعب دور كبير جداً في النقطة اللي زي دي الموجودة في الكولوسيز عن طريق إن هي بتقلل الخلايا الالتهابية اللي بتساهم على تدهور الوضع فبالتالي دي نقطة لازم حطها في الحزبان طب هل بس الأوميجا سري في الكولوسيز بتساهم في كده؟ لا ده كمان عندنا فيتامين ألف واتفقنا إن ده ريتونويتس وريتونويتس من أولى الوظائف ليه إن هو مضد التهابات وبيقلل التهابات الموجودة في مناطق زي الأخشية المخاطئة في الأنف وإحنا اتفقنا إن هو باب الدفاع الأول في النقطة اللي زي دي يبقى إذن أنا لو كنت بقي نفسي قبل كده قبل الإصابة يبقى أنا هتوقع بإذن ربنا إن ما يتمش حدوث لي مضاعفات حادة لو أنا بأخد الكولوسيز قبل الإصابة بما فيه من فيتامين ألف ودالي والأوميجا سري طب بفرض ما أنا وفي الإصابة يبقى برضو أنا هقلل التهابات مش هتوصلني إن أنا أوصل لبعض الإصابة إن أنا حازل حاسة الشام مثلا ما تعود يوم اثنين تلاتة أسبوع أسبوع لا ممكن تبقى ممكن توصل زي ما قلت لحضرك شهر وشهرين زي ما حضرك قلت بس هترجع بس أنا عايز لإنها بتدايق جدا المريض لإنها بتبقى فعلا حاجة رتبل جدا حاجة بتدايق بطريقة غير عادية دي نقطة النقطة التانية لو جينا مثلا بصينا مع حضراتك حاجة زي الحالة النفسية لا ننكر إن أنا ببص المرضى عندي وفعلا فعلا بحاول عايز أعمل لهم حاجة في النقطة دي على قد ما أقدر إن أنا عايز أطمنه إن الوضع مش سيء زي ما أنت فاكر أو مش عايزك تستجيب لندقات في مخيلتك إن الوضع حيسوق معايا وممكن تدور حالتي أبدا ده هو 85% من الحالات بيتم الشفاء بطريقة سريعة جدا جدا و15% اللي بتاخد مننا الوقت وبدام إنك إنت انتبهت لنفسك بدام بتاخد فيتامين ألف ودال والأوميجا سريو بتقوي منعتك قريدي إنت مش هتحط في الموقف ده دي نقطة النقطة التانية اللي أنا بتكلم عليها فيتامين زي فيتامين دال تخيالي إنه هو ليه دور كبير جدا جدا في تقليل نسبة الاكتئاب والخوف والقلق الغير مبرر ودرجة إنه هو كمان المزاج في بعض الناس بتلاقي فيه موضة بيتغير بسرعة مع أقل موقف يحصل هو موضة بيتغير بسرعة هو فاكر إنه هو الغلط عنده هو أو بمعنى صح في السلوك هو لكن أنا عايز أقول إنه برضو فيه نقص فيتامين دال بيساعد على النقطة دي الأوميجا سريو الأبحاث الجديدة اللي اتعاملت وثبتت إنه هي دور كبير جدا إنه موضوع الزهايمر والاكتئاب والقلق والخوف برضو بتقلله أنا غرضي إنه عايز أقول إنه تجميع فيتامين ألف ودال والأوميجا سري اللي ما فيش بشر هم اللي جمعوا التجميع دي ولكن هي حاجة طبيعية ناتشورال اللي هو زيت كبد حوت فأوريدي أنا حاسس إنه هو الحاجة دي جاء الوقت اللي نحن نستفد منها دلوقتي مع إنه كان زمان لها برضو الصبق والاهتمام أكتر طيب يا دكتور حتك قلت على حاجة مهمة الزهايمر أو يعني النسيين مبدئيا إحنا كلنا بقين حتى بننسها وحتى في سن صغير من قبل كورونا فعلا ومن قبل السن ومن قبل كل حاجة فهما فعلا بيفيدوا يعني في التركيز هما بصي أنا حقولك حاجة دايما الجماعة الأمريكان لما بيجي حتى يثبتوا إنه هو أكبر كمية زهايمر نسبة زهايمر في أمريكا على فكرة فهما النقطة دي الستادس بتاعتهم دي والدرسات دي هي بتاعتهم هما دايما كل حاجة بيعملوها بأبحاث ودرسات فلما جمع عملوا بحث عن النقطة دي وكان فيه مجموعة من الأشخاص كبار السن لأنه هما عندهم نسبة كبار السنة عالية جدا هناك لقوا إن فيه نسبة السموعة عن مجموعتين مجموعة الدهم الأوميجا سري ومجموعة تانية الدهم دواء وهمي فلما دين اتنين واستمرت الأبحاث دي المودة تسعة شهور ولسنة ونص كمان لقوا إن فعلا نسبة الأشخاص اللي بتاخدوا الأوميجا سري أقل عرضة لمرض زي مرض الزهايمر والنسيان بل وإن المود نفسه تقليل المزاج الشعور بعدم الاهتمام خلي بالك كبار السن عموما لفوق سن الستين سنة هو بيكون في شغله ويكون بيكون بينزل ويروح بعد بخروج المعاش بيحصل نوع من أنواع عدم الاهتمام يعني بمعنى صاحب يبقى مش مهتم ممكن حتى الزيارات الاجتماعية اللي كان بيعملها ممكن ما يعملهاش الحاجات دي كلها في نقص فيتامين في جسمه وهي أوريدي اللي بتعمل الكلام ده هي اللي بتحسسه أن فيه نوع من أنواع الاكتئاب البسيط الكلام ده كله عشان كده أنا بحب أقول دايما ليه بقول لك كبار السن فوق سن الخمسين سنة بقوله لأ ده أنا هزود لك الجرعة الكورسيز وديك ثلاث كابسولات في اليوم بديك ثلاث كابسولات لإن فعلا جسمك محتاج ليه الجرعة دي لإن أوريدي هو بيقلل إنتاج الكلام ده زي فيتامين زي فيتامين دا الجرعة بقى يا دكتور من أول الأطفال لحد الكبار من أول أطفالي بحنا نتكلم من سن سنة من سن سنة لسبع سنين احنا بناخد كابسولة واحدة في اليوم الكابسولة دي بفضيها على أي حاجة بيحبها الطفل وفوق سبع سنين لحد أربعين سنة أنا باخد كابسولتين في اليوم برحتك أخدهم الصبح قبل الفطار بعد الفطار كما يطرق لك ده ناتشورة لحاجة طبيعية جدا مكمل غذائي مش محتاج إن أنا أقول محتاج رشدته عشان أجيبه لكن هو موجود في الصيدلية قريدي أنا بروح أجيبه عادي جدا فوق سن الأربعين وبالذات بنقول فوق سن الأربعين أو صحاب الأمراض المزمنة زي القلب والضغط والسكر وحسيت الصدر والكلة أنا أقول ده أخد ثلاث كابسولات لأن ليه دور كبير جدا جدا في تنظيم السكر في الدم بجانب العلاج اللي بتاخده مع برضو ضغط الدم ليه دور في تنظيم ضغط الدم بجانب العلاج اللي انت بتاخده الحاجات دي مهمة جدا جدا أنا في بعض الناس بيبقى مرض السكر عندهم أكل غير لائق أو أسلوب حياة مش مظبوط فبالتالي بيزيد عندهم نسبة مستويات السكر في دم بضطر أعلي جرعات الإنسولين أو جرعات الأراص لا الكولسيس بيقدر يأمن النقطة دي مع العلاج اللي انت بتاخده بينظم مستويات السكر في الدم وحنقول ليه بعد كده كمان عايزين نصيحة أخيرة في نهاية الحلقة من حضرتك دايما وبقولها في كل حلقات حضرتك الوقاية خير من العلاج أنا وبسمع دلوقتي وربنا ممكن يكون وضعني في الوقت ده عشان أسمع كلام الطبيب المختص في النقطة لزي دي عشان يعرض علي حالات قريدي تمت الإصابة أو ما بعد الإصابة وأنا بصحتي دلوقتي وما فيش أي مشكلة خالص معايا لأ من دلوقتي إن أنا أهتم بزيادة فيتامين ألف وفيتامين دال والأوميجا سريف جسمي عشان خاطر ما أقفش في موقف أحسد عليه ما أنا صحيحة تمام أنا بشكر حضرتك جدا في نهاية حلقتنا شكرا لحضرتك وبشكر كل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة